دعا تحاد الأوروبي إسرائيل إلى إنهاء عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية فوراً هذا وحضرت مصر من خطر التواغل الإسرائيلي في رفح الفلسطينية وحملت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة ومسؤولية منع المساعدات عن المدنيين في القطاع على خلفية تواغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية جاءت تحذيرات مصر مراراً من أن تلك الخطوة تنطوي على مخاطر أمنية جزيمة وتهدد استقرار المنطقة بأكملها رفض مصر للتواغل الإسرائيلي تبعه حشد سياسي وديبلوماسي مكثف خلال اتصالات نجرتها القاهرة مع الوسطاء لتؤكد رفضها القاطع للتواجد العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية وهو ما لاقى تأييداً دولياً صريحاً سواء من الوسطاء وفي مقدمتهم الولايات المتحدة أو من المجتمع الدولي ككل تحذيرات مصر من خطر التواغل الإسرائيلي الذي دعا إسرائيل إلى الإنهاء الفوري لعمليتها العسكرية في المدينة معتبراً أن مواصلتها ستضع حتماً ضغطاً شديداً على علاقة الاتحاد الأوروبي بتل أبيب انتقادات حادة وجهها الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل على لسان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل بسبب حربها على غزة وقد وصف بوريل ما يحدث في القطاع بأنه كارثة من صنع الإنسان التعاند الإسرائيلي الذي يحدث على مرأة ومسمع من العالم دفع الاتحاد الأوروبي كغيره من الجهات الدولية إلى دعوة إسرائيل للمتناعي عن التسبب في تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة وإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإنفاذ المساعدات إلى القطاع المدمر أما مصر فصعدت من تحذيراتها بأعلان عزمها التدخل رسميا لدعم الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العد الدولية في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بوجه عام والتصعيد الحالي في رفح الفلسطينية بشكل خاص